السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نكمل يلا احنا كنا بنتكلم قبل الفاصل على انه شكل المجال بتاع الملف الدائري يشبه مجال قرص مصمت طيب ويعمل وجهيه كقطبي المغناطيس تكملت الكلام انه يعمل الوجه الذي يبدو تياره مع عقارب الساعة كقطب جنوبي والوجه الذي يبدو تياره عكس عقارب الساعة كقطب شمال يعني ايه الكلام ده صلي على السلام علي السلام لو انه انا معايا خرطوم شفاف وانا عملته على شكل حلقة دائرية والخرطوم ده بطريقة او باخرى فيه مية عمالة تتحرك في الاتجاه اللي انا بدور فيه دا يا داود حضرتك شايف الطيار المائي بيتحرك ازاي عكس عقارب الساعة انت شايفه كده عكس عقارب الساعة ولو جيت مكاني انا هشوفه مع عقارب الساعة يبقى الطيار يبدو من جهة عكس عقارب الساعة ومن الجهة الاخرى مع عقارب الساعة الجهة التي يبدو فيها الطيار عكس عقارب الساعة هنقول دي تبدو او تعمل كقطب ايه شمالي طيب والجهة اللي يبدو تيارها مع عقارب الساعة هتعمل كقطب جنوبي يبقى نقول تاني يعمل وجهيه وجهي الملف كقطبي مغناطيس حيث يعمل الوجه الذي يبدو تياره مع عقارب الساعة كقطب جنوبي والوجه الذي يبدو تياره عكس عقارب الساعة كقطب ايه شمالي طيب في نقطة ثلاثة هنكتبها في الوصف لا وهي يكون المجال منتظما عند المركز يعني ثلاثة يكون المجال منتظما عند مركز الملف يكون المجال ما هو خط مستقيم هو عند مركز الملف يكون المجال منتظما طيب ده بالنسبة لشكل المجال نيجي لتاني نقطة بقى رسم المجال وتحديد الاتجاه صلي على النبي على السلام أنا عندي دلوقتي بس عايز أكون دقيق شوية في الحتة دي عايز أعلمك رسم الملف ورسم طيار الملف ورسم مجال الملف وتحديد اتجاه بتاع مجال الملف هناخدها على أربع أشواط واحدة واحدة رسم الملف هو ايه المشكلة في الملف الملف قد يكون الملف أفقي طيب وده ملف أفقي يا أستاذ بص هي الدائرة الأطورة دائما دائرة الدائرة لو أنا عمودي عليها كده هترى دائرة كل ما أعمل زاوية تبقى بيضاوي لو أفقي هترى خط طيب أنا عايز أرسم ملف دائري أفقي فالمفروض أرسمه خط بس عشان أوضح الاتجاهات حرسمه بيضاوي صغير كده يبقى ده ملف أفقي ماشي حرسمه مرتين عشان مرت هيرف اتجاه ومرت هيرف عكس الاتجاه وده ملف رأسي بنفس الكيفية خليني أبعد شوي وده ملف في مستوى الصبورة يبقى دي مرحلة رسم الملفات المرحلة التانية رسم ايه اللي الطيار بتاعه هنا الطيار واحد يقول له وفي مشكلة في الطيار آه تعالي صلي على السلام لما أنا أرسم الطيار بالشكل ده عند الناس المركزين يحصل عنده لابس ممكن يرى الطيار كده وممكن يرى صدقني في عكس الاتجاه طب وعشان أخلي الطيار في اتجاه ملحوظ الناس اللي فهم في الرسم أنا لما بص الملف أفقي بيبقى فيه جزء قريب من عيني والنصف التاني من الحلقة جوه فالجزء القريب يرى دائما أكبر فتعمل ساهم أكبر وتخلي الساهم التاني أصغر فكده خلاص بقيت أوضح ان كده الطيار شكله محدد طب وهنا هرسمه العكس هرسم اللي قريب من عيني ساهم كبير واللي بعيد عن عيني ساهم صغير تمام طيب هنا برضو نفس الكلام ده ملف ده إيه لرأسي عشان الكلام يبقى واضح اللي قريب من عيني هكبر له الساهم واللي بعيد هصغر له الساهم هنا هعكس الطيار طب هنا هنا بقى مفيش وحد وراء واحد وقعد الاتنين في مستوى واحد فارسم الاتنين في نفس الحجم تمام طب نيجي بقى لمرحلة اللي بعدها عايزين نرسم المجال المجال احنا هنرسمه فين هنرسم المجال خط واحد بس عند المركز طب هنا هيبقى معادي من المركز هيعادي خلف النصف الأمامي وامام النصف الخلفي فهيترسم كده تدوس بيه على النصف الخلفي وتعديه من خلف النصف الأمان عشان يبقى الكلام واضح هنا بقى هنا هيبقى يبقى في شكل إكسا أو نقطة بس لسه لما نعرف الاتجاه أما تحدد الاتجاه صالي عليك عندي طريقتين في منتهى البساطة اليد اليوم من الأمبير هخلي الأربع أصابع دول مع الطيار فده هيشير لاتجاه المجال عند المركز الأربع أصابع بتوع اليد اليوم هيشوروا مع الطيار فالإبهام هيشير لاتجاه المجال عند المركز يعني في الحالة الأولى ههو الأربع أصابع هم مع الطيار الإبهام مع المجال عند المركز يعني إلى أعلى طب وهنا هنا هيبقى العكس طب وهنا وهنا هيبقى في عكس الاتجاه طب وهنا هيبقى برضو للداخل الطيارة هو المجال للداخل اعمله اكس طب وهنا الطيارة هو المجال للخارج تمام في قاعدة تانية مهمة جدا اسمها قاعدة البريمة اليومنا لماكسويل البريمة يعني الحلزون او الملف الحلزوني دوت الشكل الحلزوني انا عندي الالووز تحديدا بالزبط البريمة اللي هي الشكل بتاع الالووز انا لما يكون عندي مصمار الالووز او سامولة الالووز وانا بربط بربط لليمين بفقد اليسار دي المشهورة في بريمة العكس يعني في بريمة يومنة وفي بريمة يسرة في مسامير بتربط لليسار وتحل ناحية اليمين طب احنا هو قال قاعدة البريمة اليومنة لماكسويل انا بتخيل ان انا معايا بريمة يومنة زي مصمار الالووز وبحطه عند مركز الملف البريمة عند المركز ونلفها مع الطيار تندفع مع المجال البريمة عند المركز ونلفها مع الطيار تندفع مع المجال هي دي القاعدة أتصور وضع بريمة عند مين عند المركز ونلفها مع مين يا جماعة مع الطيار فيكون اتجاه ندفعها مع اتجاه المجال يعني هنا أنا لو معاي بريمة يومنا حطتها عند المركز وبلفها كده مع الطيار ههو هتندفع للداخل ده على المجال طب وهنا لو لفتها للخارج حتندفع للخارج دلالة برضو على اتجاه المجال هنا برضو لو جربت قاعدة البريمة اليمنى حتبقى برضو واضحة جدا لو دخلت البريمة هؤمن عند مركز ملف ولفتها مع الطيار حتندفع لأعلى وهكذا ولكن أنا بفضل دايما لما يكون وضعية الملف كده البريمة اليمنى تستخدم بسهولة وضعية الملف كده أو كده يبقى باليد اليمنى أسهل طيب صلوا عن نبي عليه الصلاة والسلام وبرضو لتحديد أقطاب الملف الدائري عشان نحدد أقطاب الملف الدائري فين الشمالي وفين الجنوبي طبعا عندنا قاعدة عقرب الساعة وعندنا قاعدة أسهل برضو صلي على النبي عليه الصلاة والسلام مثلا لو احنا معنا لقين حلقة وفيها طيار في الاتجاه دوت تمام وفي مغناطيس بيقترب بقده الشمالي فبيقول لي يا ترى حيحصل بينهم تنافر ولا تجاذب بين المغناطيس دوت والمغناطيس الكهرابي ده ده مغناطيس دائم وده مغناطيس كهرابي حيحصل بينهم تجاذب ولا تنافر لازم أحدد الأول أقول إيه أقول يا ترى لو أنا واقف هنا حشوف الطيار ماشي إزاي مع عقارب الساعة ولا عكس عقارب الساعة لو أنا واقف من هنا حشوف الطيار مع عقارب الساعة يبقى أنا هشوف من هنا القطب الجنوبي للمغناطيس الكهرابي دوت إذن هيحصل بينهم إيه يا جماعة تجاذب طب كان في وسيلة أسهل لتحديد الطيار ألا وهي إيه بس عايز برضو أقنعك بيها آه تماشي الطيار مش ده بيشير للطيارة هو يبقى ده المجال طب ده بيشير للقطب الشمالي كمان عشان أقنعك براحة أصلي عنك عليه الصلاة والسلام لو أنا عندي يا جماعة ملف أفقي وعايز أرسم له المجال بالكامل لو أنا قلت مثلا الطيار بتاعه ماشي في هذا الاتجاه المجال يترسم إزاي طبعا في النص آدي المجال اتجاهه الأعلى طب لو حبيت أكمل لو حبيت أكمل تفتحه طبعا في الليل وأرسم الله ده شكل المجال بالتفصيل وهنا بنراحة كده بقى مهمة اول حتة اللي جاية دي يا ترى القطب اللي فوق قطب نوعه ايه لو انا بصيت من اعلى لو انا بصيت من فوق هشوف الطيارة عكسة عقارب الساعة يبقى ده بالنسبة لقطب شمالي وتحت هيبقى قطب جنوبي لو سألتك سؤال بسيط ممكن ما تعرفش تجاوبه لو انت مش بركز فبقولك خطوط المجال المغناطيسي في الشكل دوت بتتجه من انهي قطب لانهي قطب خطوط المجال المغناطيسي بتتجه من القطب الشمالي الى الجنوبي خارج الملف ومن الجنوبي للشمالي داخل الملف تاني من الشمالي للجنوبي خارج الملف طب وداخل محور الملف او مركز الملف من الجنوبي للشمالي فاحنا قلنا ايه بقى طب ما وخلص هنخلي القاعدة اتنين في واحد مش انا بخلي اداية كده مع الطيار فده يشاور للمجال اه طب ما بقول كمان ده بيشاور لل للطيار ده حيشاور للقطب الايه الشمالي اه يعني اداية اليومنا بحدد بها كمان قطبية الملف طيارة هوت القطب الشمالي هو يبقى لو رجعنا للشكل دوت كنت بمنتهى البساطة حاول ادي الطيار وادي الشمالي يبقى ده الجنوبي طيارة هو وده شمالي يبقى دوت القطب الايه الجنوبي صلوا على الناج على السلام كده احنا اتكلمنا عن ملف دائري وشكل المجال بتاعه واتجاه المجال ورسم المجال ندخل على منطقة القانون احنا عايزين نجيب قانون نحسب به شدة المجال بتاعة الملف الدائري وزي ما اتفقنا شدة المجال هتختلف من النقطة الاخرى شدة المجال هتختلف من نقطة الى اخرى طب تمام طب النقطة الوحيدة اللي احنا هنعرف نتعامل معها النقطة الوحيدة هي مركز الملف الدائري يعني احنا دلوقتي لانه اي نقطة تانية خلاف المركز حتبقى ملهاش مقيس محددة مش هنعرف نتعامل معاه فحنجيب كثافة الفضل المغناطيسي عنده مركز ملف دائري يمر به طيار كهربي تمام تعالوا نستخدم المنطق بالراحة منطقيا انه كل ما الطيار اللي هنا يزداد يبقى كثافة الفضل اللي هتصل هنا حتزداد يبقى شدة الطيار حتؤثر طرديا على كثافة الفضل عند تلك النقطة وعند المركز طب لو الملف ده عدة لفات كل ما يزيد عدد اللفات حيزيد كثافة الفضل هنا فنحط هنا عدد اللفات طردي طيب بالله عليك بالراحة كده دلوقتي اذا تسعى الملف يعني قطر زاد النقطة دي بتتأثر بكم مجال بالمجال اللي جاي من هنا ومن هنا يعني من جميع النقاط فكأنه دولة سلكين صح؟ فكل ما يتسع القطر كثافة الفضة عند المركز تقل فهو كأنه R زادت من هنا وR زادت من هنا فعشان كده كثافة الفضة حتتناسب عكسي مع 2R الطوارد اللي هي القطر طيب وبعدين فاضل معامل النفاذية معامل النفاذية المغناطسية للوسط اللي هو ميو هيؤثر برضو تأثير طردي لانه انا عندي المعامل النفاذية للوسط ما هو ده اللي حيسمح بامرار نسبة معينة من خطوط المجال حسب النوع الوسط ماشي يبقى كثافة الفضة عند مركز ملف دائري بتساوي ميو إم آي على 2R ماشي هو ده القانون اللي أنا هستخدمه في حساب كثافة الفضة عند مركز ملف دائري طيب نبدأ نشوف إزاي بيتحط عليه المسائل صلوا على النبي السلام والسلام المسائل النوعية المباشرة أنا بخاف من إيه المسائل المباشرة بتبتدي كتير في المسائل الملف الدائري بكلمة سلك مستقيم لفة على شكل كذا فالطالب المتسرع شاف كلمة سلك مستقيم بيرحط راتول حاطة قانون السلك المستقيم لأ خد بالك كتير مسائلة الملف الدائري بتبدأ بكلمة إيه سلك مستقيم يبقى دي واحد ممكن تبدأ المسائلة بكلمة سلك مستقيم اتنين مسائل الوحدات ما فيهاش لعب كتير مسائل كسر العنصر إيه العنصر اللي ممكن يتكسر بص الميو كتير في مسائل الملف الدائري ما بتبقاش ميو للهوة فاخد بالك إنه الملف الدائري بيبقى ملفوف كتير على على مادة مثلا زي الحديد المطاوع فما تستخدمش الميو اللي انت حافظها أربعة باي في عشرة سلب سبعة على طول لا اقرأ وشوف حتطلق ميو كان في المسألة الإن عدد اللفات الإن عدد اللفات طبعا قابلة للفك اللي هو إيه على إيه وعايزك تستخدم العربي لو سمحت طول السلك على طول اللفة طول السلك على مين؟ طول اللفة أنا دلوقتي عندي ميت متر سلك ماشي مش بشيلهم مفروضين كده ده أنا بعملهم لفات طيب الميت متر دول هعملهم لفات كل لفة مثلا طولها ربع متر هيعمل لي كم لفة؟ ربعمائة لف قسمت المية على الربع طب المية دولة بيقسموهم إيه؟ طول السلك إيه اللي سلك طب وطول اللفة في المثال دوت دا دائري يبقى طول اللفة اللي هو طوبا يقار حيصو أرضي نصف قطر اللفة طب ماشي يبقى خد بالك إنه عدد اللفات بيساوي طول السلك على طول اللفة ماشي شدة الطيار طبعا دي وارد جدا إنه يغيرها لأنه أو يفكها يعني عنده دي ملعب كرة بالنسباله دي ربط التاسع بالفاصل عشر R قابلة للكسر برضو إنه R دي نصف قطر الملف أولا هي اسمها متوسط نصف قطر اللفات متوسط لإنه اللفات قد تتسع شيئا فشيئا فانت لازم تقول إيه؟ المتوسط بضع نصف قطر اللفة اتنين هو ممكن هيديك القطر خد بالك ما تعودش وخلاص خد بالك إن الر بتاعتنا هي نصف القطر ممكن يديك محيط اللفة فانت محتاج تقسم محيط اللفة دوت على تو باي عشان تطلع على الر سمود ممكن يديك مساحة اللفة محتاج تقسمه على باي وبعدين تجيب جالزة للنتيجة عشان تجيب الر سمود طيب النوعية التانية من الأسئلة إن هو مثلا ممكن يجيب ملفين ملفين في مسألة واحدة وده وارد فادي ملف وآدي ملف دول اسمهم إيه؟ دول ملفين دائريين ملهم في مستوى واحد في مستوى واحد ومتحدي المركز طيب البي توتل في المشهد اللي قدامي دوت هي البي الأول زائد البي للتالي لأنه الاتنين مجالهم من الخارج طيب ولو كان واحد فيهم تياره في عكس اتجاه الآخر وبرضو في نفس المستوى في نفس المستوى ومتحدي المركز الداخلي مجاله للخارج والخارجي مجاله للداخل عادي هيبقى البي توتل بي لصاحب المجال الأكبر ناقص بي لصاحب المجال الأصغر كلام ممتاز طيب ممكن الملفين يبقوا متحد المركز بس مش في نفس المستوى مستوين متعامدين زي المثال دوت قادي ملف مركزه أهوت ملفه أفقي طيب والملف التاني رأسي برضو أهو نفس المركز طيب المجال بتاع الملف الأفقي أهو طيب والمجال بتاع الملف الرأسي أهو طيب المجالين متعامدين يبقى البي توتل هيسوي جازر بي وان تربيع زائد بي تو تربيع طيب الفكرة اللي بعد كده اه حاجة اسمها خليني أخد ملف وسلك ملف وسلك صلي على النبي عليه الصلاة والسلام ملف وسلك يا سيدي أنا لو عندي سلك مستقيم وعندي ملف بالشكل ده دول اسمهم ايه ملف وسلك مماس له وفي نفس المستوى يعني السلك في نفس مستوى الملف السلك في نفس مستوى الملف اه موازي المستوى أصلي كان ممكن يبقى السلك عمودي على مستوى الملف يعني الملف يبقى وضعه كده هو وفقي والسلك رأسي طب دي هتفرق كتير طبعا هنا في الشكل الاولاني ده شكل بسيط جدا ان السلك موازي المستوى الملف فالطيارين مثلا لو ده الاعلى وده كده فالسلك مجاله للخارج والملف مجاله للخارج فبي توتل هنا هتساوي بي للسلك زائد بي للملف مع ملاحظة مهمة جدا انه ار هنا هي الدي الار مس في قط الملف هي الدي تقريبا بس بتمشي كده يعني وطبعا لو كانوا الطيار بتاع واحد اتعكس يبقى المحصلة هتبقى طرح اما في الحالة دي يا جماعة المجالين متعامدين مجال السلك للخارج ومجال الملف مثلا لأعلى هيبقى المجالين متعامدين فتبقى المحصلة هنا بي توتل بيساوي جازر بي سلك تربيع زائد بي ملف تربيع للأسف وقت حلقتنا خلص فان شاء الله انا برضو هدون ديت وهبتدي بيها تاني المرة اللي جاية احنا المرة جاية ان شاء الله انا عندي فكرة اسمها ملف وسلك هبتدي بيها مرة تانية وملف واشكال وملف ومجال وملف تغير في بعض الأجزاء اللي هو أوعيدة لف أو حاجة شبه كده مع الملف الحلزوني ان شاء الله شدوا حلقوا نستطيعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته